مللقا رحمن الرحيم اهلا بيكم كله متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقة جديدة الدهب بيكسر حاجز جديد للانخفاض والناس كلها مخضوضة النهاردة بسبب اللي حصل في الدهب انبارح بالليل والنهاردة محليا وعالميا لأول مرة بنشوف الانخفاض بيمشي مع بعضين كنا دايما بنشوف انخفاض برة وارتفاع هنا او ارتفاع عالميا وانخفاض محليا ولكن المرة دي الانخفاض على الكل الناس كلها النهاردة مش عارفة ايه اللي بيحصل بالزبط هقول لحضرتك ايه اللي متوقع في الايام القادمة هل المتوقع انه انخفاض بما انه قصر حاجز الالف وتسعمائة جنيه يعني ممكن اوصل لمستويات الالف وسبعمائة والف وستمائة دولار للوقية وهنا اشوف الدهب بالفين جنيه والف وتسعمائة جنيه ولا المتوقع انه انا اشوف الدهب بيرتفع من جديد وابيع دهبي بالمكسب واكون حقا اقترجة محترم جدا من المكسب تعالوا مع بعض نشوف التوقعات القادمة ولكن ياريد لو حضرتكم مش تربتوش في القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل حضرتكم منا كل جديد طبعا كلنا شايفين انه الدهب قصر حاجز جديد وهو الالف وتسعمائة خمسة وتسعين دولار للوقية يعني كده هو انخفض عن الالف وتسعمائة وفي ناس كتيرة جدا كانت تتحذر من المستويات دي ومن النقطة دي في انه يكسر الحاجز ده كنا الف تسعمائة وخمستاشر يعني الانخفاض برضو كتير مش روية حوالي عشرين او خمستاشر دولار للوقية طيب تعالوا نشوف ده بالنسبة العالميا تعالوا نشوف محليا كمان الدهب ينخفض وصل لكام سعر الدهب عيار واحد وعشرين نسجل الفين ماتين وعشرة وسعر عيار تمنتاشر نسجل الف تمنمية وتسعين عيار اربعة وعشرين نسجل الفين خمسمية وستة وعشرين وجنيه الدهب نسجل سبعتاشر الف ستنمية وتمانين جنيه اول حاجة حاب اقولها لحضرتك الرقم ده احنا وصلنا ليه قبل كده يعني ما تقلاش يعني مش اول مرة نشوف دهب عيار واحد وعشرين الفين وماتين وماتين وعشرة وصلنا يا جماعة الفين مية خمسة وتسعين و الفين مية خمسة وتمانين وخمسة وسبعين قبل كده ومتوقع ان انا وصلها ايوة متوقع ان انت توصلها طيب تعالوا نشوف ايه اللي ممكن يخلينا وصلها هنا وبس الاول هنتكلم عنه عالميا عالمين يا جماعة كان فيه امباريح تراجع في اسعار النفط عالميا وانا قلت لحضرتكم لما بتشوف الدهب النفط بيرتفع بتشوف الدهب بيرتفع لما بتشوف النفط بيرخفض بتشوف الدهب بينخفض العلاقة بينهم يعني بيمشوا مع بعض مش علاقة عكسية زي علاقة الفايدة بالدهب كمان كان عندنا تصريحات من اعضاء الفيدرال الامريكي امباريح كلها كانت سلبية كمان كانت عندنا بيانات ومؤشرات كتيرة جدا كلها كانت ضد الدولار ومع الدهب ولكن برضو شوفنا الدهب بينخفض مش بيرتفع كان عندنا مؤشرات تصريحي بناء ومبيعات المنازل والنفط الخام وكل ده كان مع الدولار وضد الدهب ولكن بعديها بشوية بدأنا نشوف مؤشر ثقة المستهلك وده جاء ايجابي للدهب وكمان بصورة كبيرة جدا اكتر من اللي كان متوقع كان المفروض ان الدهب يرتفع لكن ده ما حصلش خالص هقول لحضرتك ليه لانه زي ما قلت لحضرتكو كتير جدا قبل كده احنا شوفنا مبارح التصريحات بتاعة الفيدرالي الامريكي او بتاعة جيرون باول رئيس الفيدرالي الامريكي واحد اعضاؤه كان بيتكلم عن انه لا هيكمل في سياسة التشدد النقدي بل كمان زاد الطينة بلة شوية وقال لحضرتك انه لا هيسبت هيرفع اسعار الفايدة مرتين احنا كتير جدا قلنا لسه ليه عندنا التلات شهور او الشهرين المتبقيين في العام دي اخر مرة اخر من المرات اللي ممكن يرفع فيها اسعار الفايدة واحنا ما اغيرناش كلامنا كنا الكلام ده بنقوله من حوالي ست شهور كنت دايما اقول لحضرتكو نهايات 2023 هتكون اخر فترات رفع اسعار الفايدة من الفيدرالي الامريكي واللي هي بتتسبب طبعا فيه تخفيض اسعار الدهب او من الاخر هو بينفع مؤشر الدولار او عايز يرفع مؤشر الدولار ومش مشكلة خالص عنده مؤشر الدهب ليه لان اقتصاده مش بيعتمد على الدهب اقتصاده بيعتمد على انه عايز يقوم مؤشر الدولار المحرك الرئيسي او الدنم الرئيسي لدولته وعلى فكرة عايز اقول لحضرتك للأسف هي دي مش اخر الحاجات اللي ممكن تخفض اسعار الدهب النهاردة فيه عند حضرتك مؤشر طلبات السلع المعمرة وكمان مؤشر مخزون النفط واللي بالمناسبة متوقع انه يكون ايجابي برضو للدولار وضد الدهب بكرا ان شاء الله عندنا كلمة جيرون باول ورئيس الاحتياط الفيدرالي الامريكي واللي متوقع برضو انه هيتكلم فيه سياسة تشدد النقدي او رفع اسعار الفايدة يا جماعة مؤشر الدولار عنده بينخفضه من حقه انه هو يعمل كده انا قلت لحضرتكو الكلام ده كتير جدا قبل كده لكن غصب عنه هيتماشى مع ظروف بلده والمشاكل الكتير جدا اللي عنده اللي هتضطروا فيه بدايات الفين اربعة وعشرين يبدأ يخفض اسعار الفايدة او حتى على الاقل يسبت اسعار الفايدة وكمان هيكون وصل للمستهدف بتاعه من التضخم ويكون كده ارتاح والدنيا بقت تمام طيب متوقع هبوط الدهب كمان ايوة متوقع هبوط الدهب حتى الف تسعمائة خمسة وسبعين دولار للوقية متوقع ان حضرتك توصل لهناك كده عندنا انخفاض حوالي خمستاشر دولار للوقية الوقت متوقع يبقى فيه لسا انخفاض عشرة دولار للوقية قبل كده لما قلت لحضرتكو في الانخفاض المرة اللي فاتت في الشهر الماضي قلت لحضرتكو عندنا حوالي عشرين دولار هيلعب فيهم الدهب برضو هي نفس المستويات الخمسة وعشرين دولار هتشوفه بيرتفع عشرة وبينزل خمستاشر ولكن مش هيتخطى المستويات دي بس انا عايزة اقول لحضرتك ان احنا مديمش اول مرة نوصل فيها للمستويات دي عالميا عندنا هنا بقى في مصر يا جماعة طيب بالنسبة الاول بالنسبة العالميا لو حضرتك معاك فلوس وحابب تشتري خلاص الفرصة موجودة قدام حضرتك فرصة محترمة جدا للشراء المستويات الاسعار دلوقتي المستويات عادلة ومستويات كمان محترمة يعني يا حضرتك لو عايش في اي بلد بره مصر تقدر تشتري بجزء من فلوسك دلوقتي وتشتري عند كل نقطة انخفاض لانه الانخفاض مش هيكون نقطة واحدة يعني هتشوف قبل كده هتشوف زي ما تكلمنا قبل كده 1975, 79, 78, 80, 76 هينخفض وهيرتفع عند كل نقطة انخفاض روح تشتري بجزء من فلوسك بالنسبة اللي هنا في مصر حاب اقول لحضرتك بمنطهة البساطة انه القادم لا هتشوف ارتفاع طيب ليه هشوف ارتفاع على فكرة في الاول حاب اقول لحضرتك انه الانخفاض ده شيء طبيعي جدا الدولار كان وصل 41.75 في السوق الموازية دلوقتي 39.75 فهو الانخفاض اللي حاصل ده بالزبط قد قيمة الدولار في السوق الموازية لانه احنا عارفين انه السوق الموازية هي سبب التسعير او حضرتك بتصعر بالسوق الموازية ملناش علاقة خالص بال30.90 بتاعت البنك المركزي طيب القادم ايه القادم بمنطهة البساطة حاجتين اول حاجة التعويم والتعويم هياخد البنك المركزي بانه هيبدأ يجمع دولار كتير عشان خاطر دهب كتير عشان خاطر يحوله لدولار عشان خاطر يقدر يعوم انا قلت لحضرتكو كتير جدا مش هينفع انه يعوم غير لما يكون عنده 100 دولار كبيرة جدا يقدر يبقى غطاء دولاري يقدر يعوم من خلاله طيب المصادر الموجودة دلوقتي مش هتجيب له دولار يبقى ايه اللي ممكن يجيب له دولار في الايام اللي جاية انه يجمع دهب يعني حضرتك ممكن تشوف قوة شرائية كبيرة جدا 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 من البنك المركزي في الفترة القادمة تدفع الدهب لمستويات تانية خالص طيب ده ما حصلش ما فيش اي مشكلة حضرتك هتشوف ايه هتشوف التعويم طيب التعويم ممكن ياخدني الايه بمنطهة البساطة سواء قدر يقضي على السوق السودة او ما قدرش يقضي على السوق السودة لو قدر يقضي على السوق السودة حضرتك هتشوف الدولار بـ 38 ما بين الثمانية وتلاتين للخمسة واربعين ده في السوق الرسمية يعني الفرق ما بين الثلاثين بوينت تسعين للثمانية وتلاتين او حتى الخمسة واربعين بحسب كلام المؤسسات الدولية يبقى حضرتك هترتفع القيمة دي حوالي خمسمائة او ربعمائة جنيه في عيار واحد وعشرين طيب في حالة قدر الله ما قدرش يقضي على السوق السودة لا هتشوف دهبك في مستويات تانية خالص لانه ساعتها يحط على التمانية وتلاتين جنيه هيكون عوم وخلاص وصل للتمانية وتلاتين والسوق الموازية بدأت توصل تمانية واربعين اللي هي اصلا بيتسعر بها الدهب وبقت موجودة بالفعل وما تمش القضاء عليها هتشوف دهبك برضو في حتة تانية يا جماعة انهدي حضرتك مثال لحد واحد او مثال واحد السنة اللي فاتت لما كنا بنقول في شهر مارس الماضي اللي معاه دهب اللي معاه فلوس يشتري بيها دهب سي مثلا تقريبا الجرام كان 870 جنيه العيار 21 شهر مارس الحالي بعد دهبه بعد سنة فترة اتمام الصبقة زي ما بنتكلم كل يوم ب2800 جنيه بقى مع 300000 جنيه طيب هاتلي اي شهادة اديني اي استثمار اديني اي حاجة ممكن تدي لحضرتك 200% يعني على الميت 1000 جنيه اخد 200000 جنيه اعلى عائد شهادة موجودة في البنو كان 25% وده شهر واحد الحالي السنة اللي فاتت كنا 18% تقريبا في شهر مارس اللي استحقت السنة دي شهر مارس يعني اللي اشترى شهادة اخد 18000 جنيه على كل 100000 جنيه واللي اشترى الدهب اخد على الميت 1000 جنيه 200000 جنيه ولكن عارف ازاي ان هو يعظم من موارده او ان هو يزود ارباحه انه يعمل ايه انه يصبر على الدهب تماما وهو ده اللي مطلوب من حضرتك دلوقتي اصبر على الدهب تماما لحد ما تيجي لحضرتك الفرصة اغتنمها بسرعة روح بيع دهبك وريح دماغك خالص هتنسى دهبك تماما لحد ما يجي لك المستوى اللي هنقول لحضرتكو عنده عنده الاشارة ابدأ بيع دهبك هتيجي ايوان شاء الله طبعا هتيجي في قاعدة في الدهب بتقول ان النقطة اللي الدهب وصل لها سواء انخفاض او ارتفاع وده اللي بيحصل دلوقتي الدهب بيولف ويوصل لنفس نقطة الانخفاض برضو هيلف بجوة دايرة هي نفس الديرة مقفولة وهيوصل لنقطة الارتفاع هتفكرة كلها يا جماعة بتتمثل في انه انا اكون عارف امتى اشتري وامتى ابيع هو ده الالدخار وده الاستثمار مش بسرعة اروح ابيع والدهب رخيص وروح اشتري بسرعة تاني والدهب غالي انا كده بخسر وبتاجر في الخسارة بصراحة طيب لو انا معي فلوس المستويات الحالية مستويات محترمة جدا للشراء ايوة مستويات عديلة وكويسة جدا الفرق مش كبير قوي ده هو فرق بس الدولار في السوق الموازية من السوق الرسمية وده تقدر توصله اكتر منه كمان ان شاء الله باذن الله ولكن هتنسى دهبك تماما مدة عام بعد السنة نقدر نتكلم وقول لحضرتك امتى ممكن تبيع دهبك وتحقق منه اعلى مكسب بالزبط زي اللي كسب 200% في نهاية الفيديو اصيب لحضرتكو حلقتين تقدروا توصل لهم ازاي تتفايد الاخطاء الكارسية اللي ممكن تضيع فلوسك ايه نوع الدهب اللي ممكن انا اشتريه الحلق والغيشة والانسيال والكلام ده كله يا جماعة مش هو دهب الاضخار ولا الاستثمار دهب الاضخار والاستثمار يجي نيش جورج والسبيكة بمختلف انواعها كمان مش ايه فطورة تتكتيب لي وازاي يقدر احصل على قيمة الكاشباك بتاعتي كاملة وما يندحكش علي من السائر اتمنى كده يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لحضرتكو واستفدتوا انه ولو بمعلومة واحدة بانتظر من حضرتكو لو استفدتوا بمعلومة واحدة ياريت بتنسوش يضغطوا لعيك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس اشوف حضرتكو فيديو جديد وخبر جديد فامان الله